أهلا بحضراتكم من جديد عندي ثلاثة موضوعات مهمين جدا طبعا فيه موضوعين بالتأكيد لازم أكمل فيهم لأن مبارا حتكلمت فيهم بشكل مباشر وواضح وصريح أبرزهم الحديث عن المرحلة القادمة في النادي الأهلي زي ما قلت في بداية الحلقة دايما جمهور النادي الأهلي واعي ودايما جمهور النادي الأهلي بيعرف يستقبل الرسائل بشكل موضوعي الإعلام هو عبارة عن حاجتين فكر ووعي دور الإعلام لما بيكون كمان تحديدا الإعلام الرياضي بيقدم فكرة وبيتكلم عشان يبقى فيه وعي لكل السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان الوعي المبارح اللي قد تقاصد أن نتكلم فيه أن جمهور النادي الأهلي لازم لما يستنى خبر متعلق بالمرحلة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي يستنى الخبر الرسمي اللي هو هيبقى من خلال الموقع الرسمي المركز الإعلامي قناة النادي الرسمية والحمد لله مبارح يمكن فيه ردود فعلي إيجابية كتير جدا على اللي قلناه مبارح بخصوص المرحلة اللي جاية ليه بأكد على ده وعايز أضيف عليه كمان حاجات تانية لأن لغاية اللحظة دي زي ما انتم شفتوا لسه الأهلي ما أعلنش بشكل رسمي من المدير الفني من الصفقات اللي هيتم أعلنها الفترة اللي جاية كل ده بيذن الله ان شاء الله خلال الساعات يعني خلال الأيام القادمة أو الأيام القليلة القادمة أو الساعات القادمة ولكن الفكرة بالنسبة لي وهي متعلقة بالوعي في إيه؟ ما فيش نادي في العالم هيطلع يقولك أنا هتعاقد مع مدير فني عالمي أو أنا هجيب أفضل مدير فني في العالم كل نادي بيحدد احتياجاته تبقى لرؤيته الفنية بخصوص المرحلة القادمة ما في نادي في العالم أنا حتى النهاردة تشيلسي لما أقال تخل بعد أول مباراة في دوري أبطال أوروبا وحوالي أربع خمس مباراة في الدورة الإنجليزي ما شفتش تشيلسي بعد إيه قالت تخل إن احنا بنفكر في التعاقد مع مدير فني عالمي ما حدش بيقول كده بس أنا ليه بركز على حتة الوعي؟ لأن في ناس بتحاول تستغل أي مرحلة ممكن النادي الأهل يكون مقبل عليها في التعاقد مع مدرب أو الإعلان عن صفقة ويكتب لك تفاصيل أو مفاهيم يخليك تتصور مثلا يعني إن زين الدين زيدانا هيجي يشتغل في مصر أو تتخيل مثلا إن ممكن جوارديولا ممكن يجي يشتغل في أفريقيا ما بتتحسبش كده وعمر النادي الأهل ما تعاقد مع مدرب وأعلن وقال إن أنا جاي بمدرب بناء على إنه من أعظم مدربين العالم ما بتتحسبش كده الأهل بيحسبها حسب رؤيته الفنية واحتياجاته ومتطلبات المرحلة اللي هو فيها وبالتالي بتبقى تجربة ربنا بيكرمك إن شاء الله وبتنجح وفي بعض الأحيان ممكن ما يكونش فيه توفيق وما تنجحش وده بيحصل في العالم كله أو حد كان يتخيل أن تشيلسي يعلن إقالة تخل بعد أول مباراة في دورة أبطال أوروبا محدش كان يتخيل ده هل حد يتخيل دلوقتي أن فيه مفاوضات مع بعض المدربين ممكن يجي يشتغلوا في الدورة الإنجليزية بعد أسبوعين ثلاثة من بداية المسابقة محدش حسب ده قبل كده ولا حد شاف ده قبل كده ولكن هي الفكرة في إيه الأهل لما تعاقد مع مارتين يول لم يوفق لما تعاقد مع ريني فيلر نجح لما جاب مانويل جزيه في 2001 ما كانش حقق كل البطولات اللي حققها مع الأهل بعد كده فبالتالي هي الفكرة ومسيماني لما جيش تغل الناس ما كانش متخيلة أنه مدرب إفريخي ممكن ينجح مع الأهلي ومع ذلك نجح وحقق أرقام وبطولات قياسية في ظرف عشرين شهر يعني نتكلم في أقل من سنتين يبقى فكرة أن حد أي أن كان هو مين سواء زميل إعلامي أو لعب كرة سابق يطلع يقولك مدرب عالمي مفاجأة مدوية ده عايز يشتغل على فكرة أنت وعيك هيوصل لغاية فين سقف الطموح بالنسبالك هتستقبل الخبر الرسمي إزاي دي النقطة اللي عايز أشرحها الجمهور النادي الأهلي وقت ما تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني شفت ردود الأفعاكة عاملة إزاي مدرب إفريقيا هتولى تدريب الأهلي هينجح إزاي نجح وكسر الدنيا مع الفريق ريني فيلر لما تولى مسؤولية الأهلي الكل قال لك والله أنا أفكر يومها التعليقات اللي كانت على صفحة رسمية مين إزاي تاريخه إيه إيه السيرة الزاتية راجع كان محقق بطولة الدوري البلجيكي مع إندر لخت لكن لما جي مع الأهلي شفنا الكورة بقت عاملة إزاي جوه الأهلي وشفنا المطشاط الأهلي بالعباء إزاي وكسبنا سانداونز والطفرة الفنية اللي حصلت في فرة الأهلي في التوقيت ده يبقى فيلر أضاف ولا ما أضافش هل السيرة الزاتية هي اللي نجحت فيلر ولا شغل فيلر هو لنجحه هل السيرة الزاتية اللي نجحت بيتسو موسيماني ولا شغل هو لنجحه نفس الأمر بيتعلق برضو بمالو الجزيه في أعظم فترة تولى فيها تدريب النادي الأهلي وفي نفس التوقيت جيوا مدربين اسم كبير جدا مارتين يول من أكبر المدربين اللي اشتغلوا في الدورة الإنجليزية راجل اشتغل مع توتنهام فترة كبيرة جدا جيه واشتغل في مصره مع النادي الأهلي محققش نجاحات فيهم درج كماسك بيراميدز في فترة سابقة كسبت شيلس مبارح في دورة أبطال أوروبا كسبت شيلس مبارح في دورة أبطال أوروبا المدرب ده ماشي من بيراميدز في سابقة سوى النتائج الفكرة يا جماعة مش بيلقى سامي وبالسيار الزاتية عشان محدش يخلقه في إطار كده مش صح أنا واصح جدا أن جمهور النادي الأهلي واعي واصح جدا أن جمهور النادي الأهلي أصبح بيعرف يفلطر لأي بوستة وأي تويتة وأي تصريح لأي لعب كرة سابقة وهو بيتكلم على فكرة اختيار المدربين الناس بقيت وعية والناس بقيت فهمة والفترة الأخير أنا شايف فيه يعني لحمة جماهرية كبيرة جدا من جماهير الأهلي حول النادي ومع الفريق ومع الإدارة الفترة اللي جاية وبالتالي الوعي اللي احنا نكمل على نفس المنهج اللي تكلمنا عليه مبارح أول ما يتم التعاقد بشكل رسمي النادي الأهلي هيعلم أول ما يكون فيه اختيار للمدرب الكل يدعم الاختيار في الفترة اللي جاية لأنه بالمناسبة هي التجربة هتلعب عدد من المباريات عمرك ما هتقيمها من أول ما يتم الإعلان عن المدرب بشكل رسمي هتبص على السيرة الذاتية وتشوف اشتغل فين وكسب ايه وعمل ايه أنا لسه شريح لك إيه اللي حصل مع جوزيو إيه اللي حصل مع فيلر وإيه اللي حصل مع موسيماني على فكرة لو معاهي دلوقتي قيمة أسماء المدربين اللي اشتغلوا في الأهلي عندي أمثلة كتير بنفس المعنى وبالتالي جمهوري النادي الأهلي ودورنا إحنا كإعلام نطرح الفكرة ونوصل للجمهور لمرحلة أن يكون واعي بشكل كبير جدا لما يطرح من خلال بعض الإعلاميين أو بعض لعبي الكرة السابقين اللي بيتكلم على بعض الطموحات وهو بالمناسبة يعني برضو إنت لما تيجي تفكر فيها هو لو نجمي سابق أهلاوي ممكن تتقبل منه يقولك إيه مدير فن علامة هتولى تدريب الأهلي والجمهور ينبسط وإن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن لكن تتخيل أنت الفكرة جاية لك من واحد بيشجع فريق منافس يعني هل هو من جواه مثلا يكون مبسوط أن يقولك مدير فن علامي أكيد يعني أنت أكيد فاهم التفاصيل أنه عايز أقولها لك ما بينه السطور يعني فبالتالي استنى اللي يدرب تشتغل والاجتماعات مستمرة والله العظيم الناس بتقعد يوميا مش أقل من 4-5 ساعات عشان تشوف المرحلة الجاية هيشتغلوا عليها إزاي الفكرة مش فيه مدرب بس الكرة دلوقتي ما بقيتش مدرب بس مدرب ولعيبة ومعسكرات وفترة إعداد وإعداد قايمة ومرسلات رايحة جاية حاجات كتير جدا لأنه في النهاية استثمار وفي نفس الوقت الأهلي بيلعب على البطولات أنا أولتهى قبل كده الأهلي تاني تالت عاشر ما بتفريش معاه إذا ما فس بالمركز الأول بالنسبة له الموسم ده خلاص بقى كأنه محققاش حاجة لا يفري معاه وصيف ولا تالت ولا رابع ولا عاشر عمر الأهلي أصلا ما طلع قال أنا على مدار ست سنين في بطولة الدوري أنا وصيف لا الأهلي بيتكلم أنا في 42 مرة أو في 42 سنة خدت بطولة الدوري بس ما بنقولش اللي بعد كده ده تاريخ الأهلي ودي بطولات الأهلي وده جمهور الأهلي اللي احنا دايما بنحب يبقى فيه حلقة وصل مباشرة كده بنتكلم معاه عن كل ما يدار داخل النادي الأهلي خلال الساعات اللي جاية بإذن الله إن شاء الله النادي الأهلي عيحدد كل الملامح الخاصة بالموسم الجديد خاصة إن خلاص الفريق بنتكلم على يوم الحد بالكتير إن شاء الله هيرجع للتدريبات ويبدأ الاستعداد للموسم القادم بإذن الله أتمنى تكون رسالتي وصلت وأنا واثق إن اللي اتقالي النهاردة مع اللي اتقالي مبارح أكيد الجمهور فاهم واعي جدا اللي احنا عايزين نوصله لكل الجماهير في كل مكان